طيب دي القصة بتاعت مصطفى شبير انت فيه لعبين اخرين عايز تتكلم عنه فيه اه محمد عبد المنعم انا بحاسس ان من ساعة من بطولة افريقيا مش عارف انا هل هو بسبب التركيز هل بسبب هو الاجهاد الزهني هل هو بسبب التعالي على الكورة انا الملاحظ ان هو الكرد بتاعه بدأ ينزل من ساعة بطولة افريقيا وما بعد بطولة افريقيا يعني انت المطشين اللي فاتوا حتى بزيات المطش اللي فاتوا التمركز بتاعه عش جدا اخطاءه كتير جدا ثقة في نفسه حتى فيه كذا كرة بيبقى بيعملها بالثقة الزيادة عن اللزوم بقى يترقص بسهولة بقى يتلف بسهولة في حاجات كتير افتقدها كمدافع فهي دي النقطة بتكلم على ياسر من فترة طولة جدا كان واحد بتتكلم واحنا كنا اتكلمنا معك هنا بعد كده يا كريم ان هو متقلق ليه ما راحش منتخب مصر ليه ما لعبش في البطولة اللي فاتوا دي هو مستوى ثابت الراجل ماشي بخطوات ثابت ماشاء الله مركز بيقدى اقصى حاجة عنده بيغطي على كل بحسن ان هو فيه فترة مفترات بيغطي على محمد هاني بيغطي على عب منعم بيغطي على العلي معلول كمان فلازم يروح ادي شيد بيه لان هو يا سيبراهيم حتى لو بتقييم المدافعين على الاقل في الوقت الحالي فهو افضل واحد بيقدم مستوى كمدافع في مصر لزبط